حالقتنا النهاردة حنتعلم مع بعض ازاي نعرف ونربط الطابعة الكنون البي بي 215x بالراوتر الواي فاي وهي نفس الخطوات الطابعة الكنون البي بي 228x عشان نقدر نطبع من الموبايل فلو يهمك الموضوع تابعا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا اكمي اخوين اعلمين ايه اخباركم ايه ان شاء الله اكونوا بخير وفضل حال معاكم احمد السلام من القناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة حنتعلم مع بعض عن خطوات ربط الطابعة الكنون البي بي 215x بالراوتر الواي فاي عشان نقدر نطبع من الموبايل وهي هي نفس الخطوات للطابعة الكنون البي بي 228x اول حاجة حنروح للطابعة ونربط الطابعة بالراوتر الواي فاي وبعد كده حنروح للموبايل ونسبت تعريف الطابعة في الموبايل والخطوات كانتالية اول حاجة حنختار القائمة ثم نختار التفضيلات ثم نختار الشبكة حيطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن معرف مدير النظام من 7 الواحد عد تنازلي زي ما انت شايفين كده وكمان رقم البن من 7 الواحد عد تنازلي بعد كده حنتتك على تسجيل دخول فلو انت مش عارف رقم معرف مدير النظام ورقم البن او انت كتبته مطلع غلط فانا سأساب لك رابط تحت الفيديو بخانة الوصف الرابط ده هيعلمك ازاي تعمل اعادة ضبط مصنع للطابعة عشان تقدر تعدي الخطوة دي ثم بنختار تاني اختيار اعادات اللان اللاسلكية ثم بنختار نعم تم تكوين الاعادات ثم بنختار اول اختيار اعادات السيد وهنا بيظهر لك اختيارين اختيار تحديد نقطة الوصول والاختيار الثاني ادخال يدوي تحديد نقطة الوصول ده لو انت عامل الراوتر دوي فاي بتاعك مرئي يعني اي حد يبحث ويلاق اسم الشبكة لكن اختيار ادخال يدوي ده بتختاره في حالة انك عامل الشبكة مخفية يعني لو بحثت في الموبايل ما تلاقهاش فبالتالي بتختار ادخال يدوي وبتدخل اسم الراوتر وكلمة المرور وطبعا الراوتر بتاعي انا عامله مرئي فاختار تحديد نقطة الوصول ويبحث على الشبكات الموجودة عندها انا الراوتر بتاعي اول واحد بتقدر تبحث على شبكة بالطريقة دية فانا اختار الشبكة بتاعتي واختار التالي ثم نختار اوكي ويقولك دخل كلمة المرور الراوتر الوي فاي مع العلم ان ذره السهم ده بيحول الحروف من كابتل لسمول او من سمول لكابتل فانا ادخل كلمة المرور دلوقتي حالا وبعد ما ادخلت كلمة المرور باختار تطبيق ثم نختار نعم وهنا بيقولك جاء الاتصال بتنتظر لحد ما يقولك تم الاتصال او زي من شايفين بيقولك تم الاتصال هنتكي على اغلاق ثم نختار المنزل وبعد كده هيظهر لك هنا عسلش التابع على متردد العلمة دي معناه ان التابع اتوصل بالراوتر الوي فاي بنجاح فيه خطوة مهمة جدا لازم نعملها عشان نقدر نحول الاي بي من اوتوماتيك اللي هو التلقائي الى يدوي اللي هو المانويل والخطوة دي مهمة جدا لازم تعملها نختار القائمة ثم نختار التفديلات ثم نختار الشبكة وبتدخل معرف مدير النظام عادي جدا ورقم البيانة ايضا زي وبالزبط وبتختار ثلس جدد دخول بتختار خامس اختيار اعداد تي سي بي اي بي بتختار اول اختيار اي بي في فور بتختار اول اختيار اعادات عنون اي بي وبعد كده بنختار اول اختيار اكتساب تلكائي التشغيل وبنخليها ايقاف بالطريقة دي ثم بنختار تطبيق ثم اوكي تمام بعد كده هنطفر الطابعة عادي جدا من زرورة التشغيل بتاعها وبتنتظر لحد ما تنطفي وبعد كده بنرجع نشغل الطابعة من زرورة التشغيل عادي جدا طب الآن انا اريد اعرف ايه اللي احنا عملناه كل اللي عملناه ان احنا حولنا الاي بي من اوتوماتيك لمنول عشان عندما تقطع عندك اول راوتر تطفيه وتولعه كل شوية ستجد رقم الاي بي بيتغير وكل شوية ستعود في التوابعة لكن عندما انا حولت المنول فبالتالي رقم الاي بي مش هيتغير نهائيا وبتنتظر لحد معنامة التردد تظهر على شاشة التوابعة وده الوقت هنروح مع بعض لجهاز الموبايل ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض اول حاجة سنروح للبلاي ستور او لابي ستور اللي موجود في مباي لك ونكتب في السرش كلمة كانون بالطريقة دي ثم ننزل تحت شوية كده سنختار الاختيار اللي قدامنا ده كانون بلينت بيزنس تمام؟ ثم نختار تثبيت وتنتظر لحد ما يبدأ في تحميل وتثبيت البرنامج ورابط البرنامج اذا كان اندرويد او ايوس انا سيبهلكو في رابط تحت الفيديو في خانة الوصف وبعد ما ثبتنا البرنامج سنعمل الفاتح عادي جدا للبرنامج سنعمل السماح وطبعا اول ما تفتح البرنامج سيقابلك خطوات كثير قوي والخطوات دي روتينية عادي جدا اجريف اجريف اوكي حاجات عادية جدا وبعد كده سيثبت على هذا الشكل ده فوق على الشمال كده فيه علامة طابع وعليها زائد ضغطة واحدة ثم نختار اول اختشار اوتو سيرش اهو كده وانا بيبدأ يبحث عن الطابعات اللي موجودة عندك انا البرنتر بتحتي اسمها كانوي LBB215 اختار عادي جدا واختار ادت ودلوقتي سبتنا تعريف الطابع على الموبايل افرد دلوقتي عملت اوتو سيرش والطابعة مزاريتش معي في الحالة دي هندخل اي بي الطابعة في الموبايل في الخطوات ازاي تعالوا نشوفوها مع بعض نختار الكائمة عادي جدا نختار التفضيلات الشبكة ندخل معرف مدير النظام كما تعلمنا ثم نختار خمس اختيار اعدادة تي سي بي اي بي اول اختار اي بي 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 فور اعدادة عنوان الاي بي التحكك من الاعدادات او عنوان الاي بي هو الرقم الاي بي اللي هتدخله في الموبايل عشان تقدر تشوف الطابعة فما تقفلش الصفحة دي وسبع زي ما هي ونروح لبرنامج كانون من تاني هنفتح برنامج كانون كده عادي جدا تمام ونختار اضافة الطابعة من فوق وبعد كده هتختار من منول سيرش تاني اختيار هايقولك دخل اي بي الطابعة زي ما شايفين رقم الطابعة ظهر قدامهو بالطريقة دي هنختاره عادي جدا ونختار edit وبكده عرفنا الطابعة او سبتنا الطابعة على الموبايل طب بالوقت ازاي نطبع الموضوع بسيط جدا هتختار اي ملف مبعوط لك على واتساب على اي مصدر تمام نفتحه عادي جدا ولكم مثلا ملف pdf وعلى سبيل المثال اختار مرحبا بك تمام كده وخطوات الطباعة واحدة وهي انك تعمل مشاركة او شير كده تمام ارسال نسخة ونختار برنامج كانون اللي احنا ازلناه بعد كده هتختار print اللي تحت خدس دي كده وزي ما شايفين اللمب دي نوارد معاناها ان اخذت امر او ما تنتفي معاناها ان الامر يخلص او طابعة خمس اوراق بكل سهولة وزي ما شايفين زي ما قلت لكم كده اللمبة هينطفت معاناها ان الوردر خلص الآن البرنتر دي فيها خاصية انها تطبيع على الوجهين تلقائيا عاوز اعرف ازاي استخدم الخاصية دي الموضوع بسيط جدا بتختار اي ملف فيه اكتر من ورقة وبتعمله المشاركة كده او شير عمتا ارسال نسخة وتختار برنامج كانون وقبل ان تتكي على برنتر الاختيار اللي فوق برنتر مكتوب عليه اي فور وان كوبز برنترينج اول ضغط واحد عليه وبتختار سابع اختيار او كده فبنحوله مثلا نخليه التاني اختيار يعني اول اختيار ده وان سايد ده كده هيتبع وش ورقة ورقة تمام مش هيتبع وش ودهر اما الاختيار التاني والتالت اللي اوله تو سايد ده ده خاص بالطباع على الوجين فمسلا اختار الاختيار التاني بالطريقة ده وارجع خاطر الوراء كمان واحدة ثم اضغط على برنتر ايه الورقة السحبة عادي جدا ورجعت تاني عشان تتحط على الدهر وديه هكذا ايه الوش والدهر او في نفس المكان وهكذا هي الوش والدهر تمام اما اخر الورقة دي عشان هم خمس ورقات فبالتالي طلعت ورقة فردية ما فهاش رقم ستة ايه طبعة وش وظهر بكل سهولة عايز اقول لكم ان البرنتر دي فيها خاصية جميلة جدا هتقدر توفر لكم في الحبر والورق بس تعالى نشوفوا الطريقة بتعمل ازاي وعتفهموا عن اصد ايه هعمل مشاركة او شرع عادي جدا ثم نختار ارسال نسخة برنتر كانون ثم نختار القائمة اللي قبل الطباعة فوق ديت طبعا ما تنساش نخلي الطوصيد دي وانسايد عشان نقدر نتبع ورقة ورقة تمام ايه بقى الخاصية اللي اقول لكم عليه هديات شايفين الاختيار اللي قبل اخير اللي مكتوب عليه 2 ON 1 وجنبه OFF الاختيار ده طول ما هو معمول OFF معناه انك مش مفاعل الاختيار ده ضغط واحد عليه فعالنا الاختيار ده بقى ON طب ايه الاختيار ده تعالى نشوفه مع بعض هنرجع خلط الورق ثم برنتر انظروا معي كده الورقة هادث العامل ازدي ديه كانت ورقة A4 وده ورقة A4 اتحولوا الورقتين على ورقة A4 يعني ده بقى حجمها A5 وده A5 اتحولوا الورقة A4 زي ما شايفين كده اتقسموا عشان تقدر توفر في الحبر والورقة فيه خاصية تانية عنا عرفوا مع بعض ان احنا نعمل نفس الملف بالضبط لكن ستبقى على الوجين يعني الاربع ورقة دولت سيبقوا في ورقة واحدة بس على الوجين كأنها ملزمة كتاب تعالى نشوفه مع بعض نفس الملف بالضبط نختار مشاركة رسال نسخة برنامج كانون نجي عند قائمة الاعداد هنا فوق print وتتأكد انك مفعل الاختيار الاب الاخير يبقى جانبه كلمة ON بالأزرق الاختيار اللي هو فوق ايه بقى سوف نعدله اختيار الاب الاختيار ونرجع خلط الورقة ثم واحدة ثم print اختيار الاب الان نتجار الان اختيار الام ثم ان تقوموا اربع ورقة او فور يعني مفروغ طلعتك طلعت لورقة تانية لا أدي ورقة A4 ورقة A4 ورقة A4 ورقة A4 في ورقة A4 يعني أربع أوراق بحجم A4 يتحولون في ورقة واحدة ولكن على حجم A5 كده فهمنا الخاصية بتعمل ازاي؟ طبعا نحن عايزين نرجع كل حاجة تبقى زي ما هي وتطبع ورقة ورقة تعالوا نشوفوا هنعمل ايه مع بعض نختار مشاركة كده ثم إرسال نسخة ثم برنامج كانون ونأتي عند قيمة الاعدادات هنا ونأتي عند الاختبار القابل الأخير نعمل أفضل ثم نقوم بإرسال نخليها OneSight بكده ستطبع ورقة ورقة بكل سهولة على سبيل المثال عندي صورة في ألبوم أو ستوديو الهاتف وعاوز أتبعها والخطوات كالتالية سأعمل مشاركة أو Share نختار برنامج كانون أما Print كما ترى الصورة في ألبوم أو ستوديو الهاتف بكل سهولة وبكده انتهينا من موضوع حليقة النهاردة أتمنى أن نلأعجبكم أتمنى أن نلأعجبكم منتظر أي استرسال لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم أحمد السيد من القناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته